نس ازمان قالوا ما تاكل خبز حتى تعرف عجينته وما تاكل الحم حتى تعرف بهمته وما تعشر بنادم حتى تعرف طينته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تكونوا لاباس إن شاء الله تكونوا مهنيين إن شاء الله توحشتوني كما توحشتكم غبت عليكم فطرة طويلة خرجوا لم يعد بس أحراني رجعت لكم فيديو متنوع إن شاء الله هرهم رايحين يعجبوكم الفقرات عنها اليوم عندنا تنظيف هكذا يا وعندنا هاد الوصفة تقدروا تديروا هادوكات شربوا بيها قهيوة وعندنا تانية خياتي هاد الصابلي تاع السنيوة اللي يجي ملفوق على شكل ملفاي ستخوني خياتي واحد الصابلي يجي دوب في اليد قبل ملفوم والشكل تاعو بزف بزف مميز هاد الفيديو عنده قرنه هو مصور كما راكوا تشوفوه هنا رانا في المسيد تاع مروة كانت الحفلة تاع نهاية السنة جابوا لهم مهرج قدموا لهم هدايا درالي لعبوا وفرحوا حتى أولياء التلاميذ كانوا كامل حاضرين يعني جوزنا هادك الوقيت جوزناه ما شاء الله والفرحة بتاعنا مع الفرحة تاع ولداتنا حاجة بينا وبلما ننسخياتي نقول ألف ألف مبروك لولداتنا كامل اللي جابوا السان كيام اللي جابوا البيام نقولهم ألف ألف مبروك للتلاميذ والأولياء التحم لحاجة بينا قرأوا مساكن كتر من هادوك التلاميذ والفرحة التحم راه يبدو بالإن شاء الله العقوبة للشهادات العليا وليما سعفوش الحد قلوا له بالتوفيق إن شاء الله المرة الجاية وهديك الطيحة يطيحة بنادم إن شاء الله ينود أقوى بلما ننسى تانيت نقول مبروك لبنت خوية ماريا جابت شهادة الماستر ماستر تنين قلها ألف ألف مبروك تانيت لشيمة بنت خوية شهادة الليسونس نقولها ألف ألف مبروك وميمة تانيت بنت خوية جابت سان كيام نقولها ألف ألف مبروك وبنت خالتي جابت بنتها جابت البيام نقولها تانيت ألف ألف مبروك ومبروك كامل لوليداتكم للي حرم واحد من هاد الفرحة آمين يا رب العالمين نكملين خياتي في الفقرات تعنا ونرجع لهذاك الروتين اللي ما عندوش كامل مهرب هنا عندي هاد الفرن وراهي حالته حالة راهو سعدو مصود كما راكو تجوفو فيه راهو كامل مدبوخ حكمت هنا هاد أستيوس اللي جاي بالبيكاربونات رشيت كامل على هاد الفايونس اللي جاي جهة الفرن على بلكم هادك التطراش والسبك وهدوك الشخايق اللي جاي بين الفايونس دايما يصفروا من هادك شغل اللي تكون وهنا خياتي حبي تنشاركم هاد التدبيره إلا كانت عندكم طنيجرة كسرونة على الحليب كوكوت حسيتوها بهتر مشهابة هادك الإينوكس ما ولا شي بريي شدو هادا يا أستيوس بالبيكاربونات ورشوا عليها سواء من الداخل ولا من برا رشها خفيفة وخلوه يتفعل شوية يعني هو صدقوني ما ياخدش هادك الوقت طويل بزاف يعني باش يطينا هديك النتيجة هو رايح يقضي على أصعب الدوهن في وقت قصير أنا استعملتو لابلاك تاعي كي نقول لكم سلت فيها هكدا يا المرقة وخليتها تحرقت باش نوري لكم النتيجة انا في اللول كان عم بالي هادا يعني شغلين حيغل هادا كسبك لخفيف ولا حاجة خفيفة ضريفة من فينا الموانا كي استعملتو في هاداك الفرن ديالي كانوا فيه مش ينقول لكم دوهن دوهن محروقة يعني نضفوه لي بطريقة ممتازة من غير جهد من غير والو دوك تشوفوه كامل كيفاش درتوه وكيفاش نقالي الفرن ديالي وهدا تانيت كي ما قلت لكم مراهوش محصور غير على لابلاك ولا نقدروا نديروه الكامل الأسطح أنا نغسل به هاللي في ديالي شوفوه خياتي ديرو عليه كابتور هوليك أسجوس منظف متعدد الاستخدامات ولا الاستعمالات تقدروا تديروه فوق الإينوكس تقدروا تديروه للفوق للميكواند يعني وين مسحتوه رايح يخلي لكم الحالات بري شوفوه كما وهنا يا نرجع لهذاك الفرن التاعي اللي راهو حلتو حالة شوفوه الداخل كيفاش راهوك حل كما قلت لكم سالة المرقة وهديك المرقة تحرقت شوفوه يعني انا الداخل كنت مازل ما رشيت لوش كامل هاداك أسجوس يعني هاداك التطراش كي ما كنت نرش في الفرن على برة وكيدلت هاداك الشيفون راهو تنحك كامل هاداك السبك زيت درتلو شوية وشوفو كيراني نمسح فيها بالشيفون يعني تنحالي هاداك سبك اللولاني زيت عمرتلو هديك هديك البلاسة كامل بهاداك أسجوس وخليتو يتفاعل هادا الشيفون تعرفوا ولات كحلة تلمو هاداك سبك كامل دابل داخل صدقوني انا النتيجة تاعو خلعتني بصوه هدايا مشي ديغريسون خياتي ووطاني هديك النتيجة تقريبا كي ما تعديك غريسون هنا كي ما راكوا تشوفو جسل هادوك الكسارن ديالي درت لهم هديك الرغبة الله الله غسلتهم فحفحتهم ولو يبرية وحدهم الكيمزين قالو كان يبقى دايما هادا الحاجة تعالينوكس ما دابينا شغل كي نغسلوها خياتي نمسحوها سيوك بلاس الكسارن طناجر لقدولنا هادوما الحاجات اللي نحب نمسحهم كي ما مداري نقول لكم انا كي نغسلها كده كيسان ولا طباسة ما نحبش نجوزش فيهم كامل هاداك شيفون مادا بيينشفو لي قطره له هديك القطره الكبيرة داخل السلة تعلم معا من بعدها ندير هاداك سربيتة الخاصة بالمعا ونحط عليها هادوك الكيسان يكملو يتشربو كامل هادوك القطاري تعلم اللي فيها نعاود نقلبهم نخليهم ينشفو نغمل ميل كيما الكسارن ولا كيما الحاجة الانوكس لازم خياتي هاك داية تتمسح سيوك بلاس بش ما تقعدش هاك داية ومنقطب هادوك القطاري تعلمو شكل التحوم تانيت ما يكونش شباب هادا بالنسبة للانوكس يعني كل واحد كيفاش يخدم شغله انا في بسط الروتينات نحب نعطيكم طريقة تاعي كيفاش نخدم انا شغل تاعي واللي عجبته طريقة حاجة بهنا راهو رايح يدير كيما انا رجحت هنا يا للفرن ولا هادا الريسان ديالو درت لهم مقبيل هاداك أس جوسفو شوفو هاداك الرغوة كيفاش راه يتخرج راه يتخرج كحلة كامل قضالي على كامل هاداك الدوهن ولو كي نقول لكم يبري ومن غير جهد من غير والودي جانا كي درتهم ورشيت عليهم هادايا فوق الفرنو بدأ يسيل هاداك اللون ولا هاداك الدوهن كامل بدأوا شغل يسيلوا من هاداك الفرنو صراحة لداخل هاداك انا بهربني النتيجة وكانك حل يعني محروق محروق مليح مليح نتيجة تاع ورا هي ممتازة كملتها كده حكيتها شوية باللافت وكي ما راكوا تشوفو عاودت مسحتها كامل بشي فون عطاني هديك النتيجة الميتالية ونجوز نزيد نغسل هادو كاريسا نتع الفرنو كامل بالواحد شوفو عاني وين الدرب براهو يجي هاداك الشيفون التاعي شغل كامل اللون تاعو مسبك عاودت هكدا يب الشيفون جوز تلو رغي وخفي فضريفة المهم ونقيت هاداك الفرنو التاعي كي ما يقول لك يمزين ننقل وكان يبقى احنا ماذا بينا هاداك شغل تعنا كي نخدمو كي ما مداري نقول لكم كنهار نشدو ياسيدي هادا الكاريات على الفايونس نرغونها نغسلها نمسحها ردوة ما قدرتش اه وشعلي هرا هي هادا الجيها مقيغية غير غدوة نزيد النحيم ورسوم الفايونس نخدم جيها تاع البلاكر هكدا يمرا نيش حنحط هاداك الكوزينة كامل نغسلها على خطرة وكين هادا البلايس خياتي كيما الليفي كيما هاداك الفايونس اللي قدام الفرنو كيما هادايا الفايونس اللي ر راهي مقابلة ليفي هادا راهي تابعة لهاداك البوتاجي كيما نغسلو ليفي ولا نسحب بوتاجي هاداك الشيفون ولا هاداك الحبل دايما يجوز على هاداك الفايونس تقعد هاداك الجيها ماشي مسبكة وما تقعدش هكدا يتلاسق تسكولو كما نخدموها شغل بلاس نهار نروحو نغسلوها شدو لها تعرفو حبل الحديد وحنا نحكو نحكو سبعتين يطيرو وهاداك هاداك الزيت ليكون طاير كامل ما راهوش رايح يروح شوفو خياتي الدنيا كيفاش راهي تبري هادا لا بلاك راهي تبري هاداك الاينوكس وهاداك اللي فيتا عي راهو ما شاء الله حتى الخامة هاداك ما شاء الله راهي تبري كل حاجة راهي في بلاستها قالك يا مزينا نقالو كان يبقى أنا وحدة من الناس كنشوف الحالة هادا تبري كامل كنكون عيانا يروح لي كامل هاداك التعب بالنسبة خياتي لهاداك أس جوست صيبوه في كامل ليسو بيرات يعني وين تروحو رايحين تلقاوه حتى البخي التعوخياتي راهو غزونا بمشي هاداك البري الغالي تسعة وعشرين آلف تلاتين آلف كل واحد كيفاش يبيع والقرعة الله يبارك تشد لكم وقت طويل وتستعملوها لشحن من حاجة كملت شغل الفق أنا نكمل الفق يقعد لتحت نبدأ لتحت يقعد لفق احنا عنا نشوف عالمة بديت في الكوزينة وحبط لتحتها الدنيا كامل تقلبت أنا شغل مداريا نخدم شغل لتحتها باش نبدأ ندخل لهديك الكوزينة بصحدوك واش عليه قبل ما ينروح للمان بروفيت يمديرو شحن من حاجة باش نجوزو ونخملو الدنيا بتاعنا قلت هكذا راك تشوفو نحيت هذوك الحوايج طويا هدلا نخايد كيما قاعدو تخربو كل حاجة مرمية في جيها المهم يعني ماشي هدك تنظيف العامق عندي فيديو وحدا خدت في هدك تنظيف العامق تاع السالون هده الفيديو تاني تراهوا عندو شحال ملي راهم صور هده ونبال الملح باش غاني رايحة ونحطه لكم ونشارك لأخوات به المهم خملت الدنيا كيما راكوا تشوفو هكذا رديت كل حاجة البلاستاد وكل حوايج تاعي طبقتهم نحيت لابوسية خفيف خفيف بس بما حاشاكم ممسحت موالوش ديت غير هدك الأسبيراتور وشغل كنست به هكذا شوية وخملت الدنيتي والمهم كل نهار ونهارو على حسب الصحة تعناه على حسب القدرات تعناه ماشي كل يوم ماشي نقا معنتها كل يوم نرمو هدوك البراجات تعلمسها في رانا نقينا الدنيا بالعكس النظام يغلب كلش كي تكوني من نظمة كل حاجة تديريها في بلاستها تعرفي هده وين رفدتيها وين تحطيها ما تخليش الدنيا ما تخليش الكركبة ما تخليش الحوايج في السلل هده هو أكبر نظافة اللي تقدري تديريها في حق دارك ما هدك حاشاكم نشاف هدك أسهل حاجة كي نلحقوا ليه المهم خياتي رهي صحتنا كي ما العولة ونكون سوميوهاش كامل نخدموه نهار ما نقدروش نخدموه خفيف خفيف ما قدرتيش كامل بحار عليها البراجات في صحتك هديك هي الصح والمهم الواحد يمشي على حسب ظروفه وعلى حسب القدرات دياله وهدي هي نكملين خياتي في الفقرات تعناه ودكاتيك نجوز ونديره هده يا صبلي تعلمي فيصدقوني خياتي يجي واحد صبلي من أرواح ماشي ما يكون دوقتهم ممتاز ويقطع ثانية كمية لبس عليها ملاركي حيرة كامل وش ديري العيد نودي ديريها تسني ويا مادم وفرحي بيها العائلة تاعك شوفوا هنا يا عندي تلت حبات تعالبيت عندي هنا يا كاس غيربع ولا مع هديك الشلطة تعالسكر ديروا قرصة تعالملح اللي هي مهمة نخلطوهم هكدا غير شوية بالفوي باش نزيدو لهم مع هديك الشلطة تانية زيت يعني الكيلة راهوا بين واحد سكر وواحد تانية زيت تخلطوهم مع هاد تلت بيضاتي لك الحجم التحوم صغي وار صغي وار تقدروا تديرو حتى ربعة حبيتو تديرو سنيوة كبيرة كبروا سنيوة وكبروا المقادر يعني تديرو الضعف مع تانية هادك الخط درناه نوات كوكو عندي هنا يزوج مغرف كبار تعالكاكاو ونزيدو نخلطو خلطي خلطي يا مادم وانتي يا را كد حصلتي على هديك الحلوة تعالك اللي تجي الدوقت تحا ممتاز الناس اللي تحب نوات كوكو مع الشوكولة هاد الوصفة راهي ممتاز كما راكو تشوفو خلط زد هنا يا باكي تعا خمرت الحلويات وزيدو خلطو شوية باش تبدو تحطو في الكمية تعالفارينا عندي هنا يلك السلولاني تعالفارينا تخلطو بالفوي باش تبدو تستعملو يدكم عندي هنا يزوج كيسان تعالفارينا اللي حنديرهم الداخل خلط بما انها راهي شوية طرية خلط هكدا بالفوي من بعدا ننفضها ونستعمل يدي هكدا باش نقدر نتحكم في هديك العجينة تاعملي حمليح وتانية هديك العجينة متل سقليش كامل داخل الفوي المهم ننفضها ونكمل نخلط هاد الاباتي ديالي نكمل نخلطها بلا سباتيول مهم هو كلالي هنا يا زوج كيسان تعالفارينا على حساب البيضات تقدر إلا كانوا البيضات بتاعكم كبار على هكدايا تقدر تاكل لك حتى زوج كيسان وتزيدي مغرفعينك هي ميزانك وشنو هنا هد صابلي خياتي على بلكم جوز الهين دي يشرب الكمية تعالسوائل هو شغل ناشف معنتها العجينة تاعملوها كيما راهي هكدا تتلاسق تتلاسق مليح مليح شديت هاد السنيوة الصغيرة هدي الحجم الصغير كيما أخبرت لكم إلا درتوا استبيضات وضعفتوا المقادر تقدروا تديروها هديك السنيوة الكبيرة دهنتها بشوية تعزيت وراني نبسط فيها هكدا يا بلاس باتشول بسكو بزاف بزاف طرية واحدة ليحها راهي تطلع من أروع ما يكون أنا هنا حليتها كامل شمخي دي هكدا بشوية تعزيت ونبسطها مليح مليح بش يعطيني هادك الشكل تحها ليجي هكدا يا ليس من بعد ندخل هالفرن حتى تنشف مشي حتى تتحرق بس كوا على بالكم هدي هنا راهي شغل لونتحارة راهي ماغون ولا راهي شوكولة ما راهيش حتبان لنا لو كان نخلوها تحمار بزاف بزافة راهي رايحة تنشف لنا المهم دخلت هالفرن حتى نشفت لي وقعدت هكدا يا طرية بش نجوز ندير هالقلاسج اللي حنديرو هني أنا بالأبتيلة أبتيلة هدي البيضة عندي هاد الباطة نفتتها لداخل كامل يعني ما ندير لا فوندون ولا ندير طالية ولا نقصة الراسي ولا ولا هادي وناس اللي اقتروحي المهم ديروها الداخل كدو بنديرو لها مغرفة صغيرة هكدا يا طرية الزبدة ولا مركوش بحاجة لابلكم بلي شوكولة البيضة دايما منتدول هاش الزيت بغابول شوكولة هديك اللي تكون بالحليب ولا شوكولة السوداء درتها في حمام مائي حتى هكدا يا دابت كامل وتقدروا تستعملوا هدك الزيكزاق اللي درتوا أنا بالأبتيلة هديك تعطلي المهم دوبتها كما راكو تشوفوا هديك الخبزة التعيرة هيا طيب هنا ملاحظة برك نقولها لكم هد بعد ما ديرولها شوكولة كامل وطيب لنا هديك سابلي سنيوات تعنا من المستحسن خياتي ما نقطعوهاش في هدك النهار ولا متنا يا سيدي دمنا ها صبح نقطعوها العشية ولا درتوها كما اليوم هكدا متقفستو كالشاطرات ومعجزتوش ودرتو هاد الخبزة ردوا ان شاء الله بإذن الله هكدا في العيد صبح قطعوه وكلوها بصحة ولهنا خياتي كما راكو تشوفوا هديك سابلي تعي راهي طيب وانا هنا يا جس تندير حبيبات تعالبغرير شوفوا عندي هنا يا زوج كيسان تعالدقيق يكون رطب تعالعجين عندي نص كاس تعالفارينو عندي الملح عندي مغرفة كبيرة تعالسكر مغرفة كبيرة تعالخمرة الخبز نخلطو كامل هاد المكوينة النشفة مع بعضاها وكيمون داري نقول لكم ونعاود نقول لكم دايما هاد المرحلة مهمة يعني باش كين بدون نديرو هادك البغاميك سوخ مراهوش رايح يتعلق لنا نخلطو كامل هاد النواشف مع بعضاها عندنا الملح عندنا الفارينو عندنا الدقيق وعندنا تانيت واشن عندنا الباكيتا خمرت الحلويات هنا يا كل زوج كيسان تعالدقيق وكاس نص كاس تعالفارينو نديرولو ثلاثة كيسان تعالما نفس الكاست كيلي به يجيك بغرير من أروع ما يكن ديري هنا يا حبيبة تعالبيت سيداتي خلطي خلطي شوية حده بالمكسر حتى تتحصلي على حبيبات تعالب غرير سهلين ماهلين وتكلوهم بصحة ولهنا ولغا اختلات نشوف الكزينة هكذا يا ساهلة ومرات حاجة صغيرة تبلك هاد الكزينة بزاف وعرة من هاد الكزينة حيلية لازم لها غير هادك القلب الصحيح ما يخافش هادك شغل ويصدم فيه والله المستعان هاده ما كان المهم هاد العملية ولا هاد الحركة اللي راني ندير فيها بالمكسر بزاف مهمة يعني ما شدوش هادك المكسر ونبدو ندورو حركة هادك التغبيون بس كيراهو رايح يدير لنا هادوك الخيوط وشغل حيتكتل لنا هادك العجينة مراهيش رايحة تجينا مليحة ندخلوه نعودو نرفضوه هكذا هي باش نتحصل على هاد الميلانج اللي كن نخلطه مليح مليح هاد البلاستيك الغدائي غطيت بها هاد الغيسيبيون ديالي خليت الحجم التاعوي يتضعف هكذا يا باش نجوز نطيبوه يعني نخلي وهي خمال رايحي سخانة تحطوه من رايحي يتضعف الحجم التاعوي انتو ما الحبيبات تاع البغرير خياتي ديروهم دورين صغار ديروهم كباركين ما حبيتو نرجعو كل حاجة لبلاستها باش ما تخلطش عنينا هادك الدنيا كل حاجة خدمناها كل حاجة جبدناها مدابينا نمسحوها نرجعوها لبلاستها هكذا هي تقعدنا غير هادك الغيسيبيون تاع البغرير وهادك المقلة ما تقعدين ما تصيبش مية حاجة منا يا البوتاجي راهم عمر بالدوزان منا يا هادا ميكسور راهم مرمي كل حاجة نرجعوها سوق بلاستها هكذا والله ما رايحي رايح تخلط عليه كامل الدنيا المهم انا في هادك الوقت نبدأ ندور على هادك البيت داعي هدي قهوة عمريها وعمري السكر داخل لابوات ديالو المهم كما مداريا نقول لكم انا لابوات لي بطيح ولا تفرغ نغسلها ما نسنناش حتى الشغل حتى يتخمج لي كلش باش نجوز نغسلهم على اخطرة هاي لك هديك الشوكولة غاني درتها الدوب عندي هنا يا شوكولة للطلي درت داخل هاد القرعات على سيليكون الخياتي بزاف بزاف بخاتيك في الخدمة عندي هنا اوبتيلا للطلي اه بدو قنوازات عمرت كمية لداخل نغلقها ونجوز نديرها داخل الميكرونت تنتلق شوية باش ندير هادوك الخطوط بتاع هديك اه بتاع الحلوة اللي تشبه للحبات على الميل في هاي لك هديك السابلي ديالي بعد ما نشفت شوكولة البيضة راح يدابت نفرغها من الفوق كيما قلت لكم مقبيل لطليا لازوج دوبي شوية تاع شوكولة وانتي تحصلتي على قجاب لطو هكذا يا وسلكتي آآ راسك من هديك القهوة المهم فرغتها من الفوق ووزعتها كامل بهذه الطريقة باش نجوز ندير هادو الخطوط تاع الشوكولة نروح فيهم ساير داير بهذيك القريعة من بعد شديد كوردون اوراني ندير في هادو الاشكال باش يعطينا الشكل تعلمي الفي وكيما قلت لكم مقبيل هادو الحلوة تاعنا من المستحسن نخلوها تبات علش نخلوها تبات هديك شوكولة هتكون قاسحة في اللوول وهدك الصابلي على بالكم الحلوة على الزيت تجي شغل في اللوول تبالك شغل شدة روحة من بعد تترخى الغدوة من داك برك تحسوها راح يطارت هديك الحلوة على الزيت صافي انتي انفو اديلي الموس في هديك سنوة تاعك هديك الشوكولة من الفوق تبدأت تكسر وهدك الصابلي تحسيه كامل يتفتت كي تخليها شغل تشاهد كيما قلو احنايا في غرضها احتى غدوة من داك اكي رايح تقطعيها وهدوك الحبيبات التاعك يجوك مخالفين انا عندي هاد المقلة اللي نحب ندر فيها هدو الحبيبات التاع البغريق خاصة خياتي يعني مقلة كيما هدي راهي مليحة تكون عندكم في الداك يجيكم ضيف ولا اختلط تحبي تقطعيها هدك البغريق شغل حبة على ربعة بصح الشكل تاعه ميجيش مميز ما قلوش ميجيش شباب صح ميجيش مميز ولا هده الضيف اللي حاجي ما وش حيشي تحبت على البغريق في الدو وشغل يقعد يعض فيها يعني خاصةني لكن هدك الضيف براني ومراهيش هكده طريقة شغل تحسي روحك آلاز باش تديريها سوا في دارك ولا باش تديريها حتى عند الناس يعني ان المرة الجاية مدابية شغل ندلكم هكده يا فيديو فيه كيفاش تستقبلوا الضيف تاعكم خاصة هنا مجايين المناسبات مجايين هكده يا الافرح وش هما الحاجة اللي تقدموهم يعني من اللي يدخل الضيف على بالي كاي الناس بزاف تعرفوا كاي الناس دانية مدى بيها تعرف كيفاش تلاقي ديافها وش تحط لها وش تقدر تحط معا القازوز وش هي الحاجة اللي تحطها اللولة سواجهنا هدك الضيف افطر ولا ما افطرش كيفاش نقدروا نعرفوا المهم راه وموضوع عدم تشعب خلوه ليخياتي تعليق إلا لكو حابين نهضروا في هات السيوجي ندلكم فيديو خاص يعني من اللي يدخل هدك الضيف اللي عندنا كيفاش نتعاملوا معاه حتى يروح كاي الناس براوية يعني الغلطة معاهم ماشي مسموحة هده اللي ليك ما عندك كي ما قولوا ما عندكش حاجة كي ما لبستيها وش عليه بكاي الناس ربما خطابة كاي الناس بلك شغل آآ نحشموا منهم بزاف بزاف نحيلوا كيفاش نتعاملوا معاهم كيفاش نستقبلوهم وش نحطو لهم كيفاش نحطو لهم يعني الادا بتاع استقبال هدك الضيف راهي كبيرة كبيرة اللي احبيتو كي ما قلت لكم خياتي نهضروا في هذا الموضوع ندير لكم موضوع بالتفصيل على وش يوالم وكيفاش تتعاملوا مع هدك الضيف سواء كان غريب ولا هدك الضيف يعني الضيف هو يقعد الضيف أنا مدابية هدك الضيف نكرموه كان سواء من أهل المنزل ولا كان ضيف براني ولكن كان بروتوكولات نستعملوهم مع البراني نقدروا نتغاضع عليهم مع هدك الانسان اللي لينا المهم خياتي الحبيبات التاع البغريران هم طابو وهنا درت لهم كامل عسل وزبدة اليوم ما درت لهمش هدك الفشوش اللي ياكل بالزبدة ولياكل بالشاربات ولياكل بالعسل والزبدة نراني غير اللي كيدي مدابية حاجة اللي تجوز على الجامعة رهي حاجة ستون داخ هده العسل والزبدة هي درت لهم كامل ياكلوا كيف كيف قسمتوا على زوج هده ينتقل بالصحة حوله هنا والتاني هدك غطيته صدقوني خياتي كي بات داخل في خيجي داخل يقعد هو هو المهم هد الحبيبات التاع البغريران هم وجدين يعني ولغا من أسهل الوصفات هد البغرير تعلميك سوغ لا جفنة ولا عجين ولا تكسر الراس شوفوا كيفاش يجي طري يجي هكذا يمتقب يجي من أروع ما يكون وهديك الريحة تعالي حسل والزبدة رهي ممتازة نودكم مشاهيكم خياتي نكملين خياتي في الفقرات ودوكاتيك نجوز نديكم للصانو الصانو التاعي صانو بتلقص بالتجميل الأخوات اللي جوا يعني استفادوا من هدوك العروض اللي كنت دايرتهم قبل عيد الكبير نقولهم كامل بس حوله هنا عليكم كامل اللي جوا داروني تواجدوب ولا اللي جوا مشتو ولا اللي جوا قطعوا ولا نقولكم كامل بالبركة عليكم خياتي لكان عندكم عرص فيونساي مناسبة يعني صانو بتلقص بالتجميل يقدر يستقبلكم انتوما العائلات تاكم الفامي تاكم تقدروا تحجزوا نهار تجوا فيه كامل على خطرة مشتو غير انتوما تقدروا تجوا بالرونديفو تقدروا تجوا بالرونديفو بصح الناس اللي تجي بالرونديفو لازم تسنى دالتها بصح الاخ ديتي الموعد حاجة بينا ركي رايحة تجي في هادك الوقت التاعك وراكي رايحة تدخلي في الوقت التاعك وتاني تكون الحالة من الضماخير واخير هكذا يلي جي تمشط وتروح لدارها وتروح للعرص ديالها في الوقت نستقبلوا العرايس نستقبلوا ليزان فيتي كما قطلكم نميرو تليفوناه وخارج لكم خياتي على الشاشة هكذا يلي تتعيتو تستفسروس وعلى الاسعار على الحاجة اللي ركو حابينها يعني كانت عندك مشطة في راسك ولا عندك في تليفون جي بيها يمشطو هالك البنات ولا لي مايك أب أرتيست اللي عندنا في الصالون ولا حبيتي على الدوق التاحهم وحبيتي الحاجة اللي توالم وجهك وكان اخوت بزاف بزاف يقولونا ديرونا الحاجة على حسب الحاجة اللي توالم وجهنا وعلى حسب انتوما وشركوا تشوفوا يخرج علينا وكانتاني التافئة من الناس تقول لك لا لا وانا ماذا بيا ديري لي هكذا المهم في الصالون بتلقص بالتجميل لك يا رايحة تخرجي رادية ما كاش كيفا ما تخرجيش فرحانا المهم وش نقول لكم قولكم خياتي الصالون جاي في باب الود طريق البحر كي ملادي جي هسان طريق البحر ما تروحوش الكي تاني وش يجونسة عندي ويدضحكوا ويقولوا لي خاوين أنا تبحروا غير هنا يا برك المهم في آخر الفيديو لاني صورت لكم من جهة جنيت العواد يعني شغل كي تكونوا في صحجو هادا كينت خيزو تافونسيو كي ملابوست تزيدو تافونسيو حتى تلاحقو هايلك إشارة المورو راهي بينها هايلك جنيت العواد هايلك تريقبال قبال قبال وشنو مشيها التريق مننا يلي في هادي جي هسان هادي التريق مننا تانخل تروحو فيها تمشو ديركت 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 حتى يخرج لكم هداي الغيستو تاستافولتا لالامروا راهي هنا كم لو هادا التريق انا راني جاية التحت شوية الصالون سهل ما هالخياتي مرحبا بكم كامل انا وش نقول لكم نقول لكم راني صورتلكم كلش وراني قلبتلكم التصوير هاوليك مننا يا الصالون التاعي راهو مقابل هادي النخلة الكبيرة كي ما راح تذيك تنوبيل الحمرة هادي لي عرف منا بابلوات هادي طلعة تعا فخونس فانو لمسيد ولا هاديك تانوية تعا فخونس فانو منا سواجيتي من الفوق تحبطي هنا راني في الفيغاش كي ما راكوا تشوفوا وانفاس من الهيك راهو كاين هاداك الوتل تعا بابلوات ولا تعا كي تاني تعا بلاسات هاديك تحبطو هاداك الدروج تمشوا شوية كاين هاداك اللغيستو منا عليدكم اليومنا تعهمهم من بعدها كاين شغل حوان تهك دايا صغار ملقخان انا راني في الفيغاش هايلك فيديو ديالي خلاص دوكاتيك معلي اغني نقول لكم وتبقى وعلى آخري وجوه الخير سنوني في الفيديو تعال عيد بي حول الله دوكاتيك معلي اغني نقول لكم صح عيدكم وتبقى وعلى آخري